اشتركوا في القناة نتحدث عن 29 شركة رابحة ونتحدث أيضا عن خسارة 34 شركة فيما استقرت 31 شركة بشكل عام نذهب الآن إلى الشركات الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا لهذا اليوم الأربعاء ونبدأها بالشركات الأكثر ارتفاعا لهذا اليوم الشامخة العقارية وصل سعر سهمها إلى دينار و 26 قرشا بنسبة التغير وصلت إلى 5 بالمئة البترو كيمويات أيضا نتحدث عن 66 قرشا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4 و 76 بالمئة العربية الدولية للفنادق 89 قرشا ارتفاع 4 و 17 بالمئة الانتقائية أيضا نتحدث عن 68 قرشا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4 و 61 بالمئة بشكل عام الموارد الصناعية كانت من أول الشركات الأكثر انخفاضا لهذا اليوم وصل سعر سهمها إلى 11 قرشا نسبة التغير أو الانخفاض وصلت إلى 38 و 33 بالمئة الوطنية للكوابل أيضا نتحدث عن 20 قرشا وصل سعر سهمها لنسبة الانخفاض 74 بالمئة الانماء العربية 20 قرشا نسبة الانخفاض 74 بالمئة أيضا الوطنية للألمنيوم 42 قرشا نسبة الانخفاض وصلت إلى 54 بالمئة أهلا بكم بداية نستعرض فنيا المستويات الحالية التي يقف عندها المؤشر العام لبورصة عمان مع المحلل المالي خالد ربابع أهلا وسهلا بك خالد 6 بالمئة بالمئة انخفاض طفيف جدا على المؤشر العام وهو يعتبر استقرار عبدالله في جلسة اليوم المؤشر العام منذ بداية هذا الأسبوع عبدالله مستقر عنده مستويات 1810 نقاط تقريبا وبالقرب من المستوى الدعم الأسبوعي لثاني أسبوع على التوالي وهو مستويات 1812 نقطة هذا الاستقرار جاء أيضا متزامنا لحظنا في جلسة أمس ارتفاع في حجم التداول نحن الآن عبدالله في بورصة عمان تقريبا ثلاث أو أربع جلسات تداول باقية حتى نهاية شهر رمضان المبارك والتحضير لعطلة عيد الفطر يعني نتوقع حدوث استقرار عادة خالد يعني خلال هذه الفترة قبل عيد الفطر نلاحظ استقرار في السوق أم أنه سينزلك هو يكون استقرار وزيادة في حجم التداول نوعا ما عبدالله وبالنسبة لموضوع الانزلاق يعني لا حد يستطيع التنبؤ بالمرحل السعرية ولكن الاستقرار عند مستويات 1810 نقاط يشير إلى إمكانية حدوث حركة سعرية قادمة نظرا لحالة ترقب واضحة تسيطر بين أوساط المستثمرين بالنسبة للمؤشر العام للبورصة نعم أيضا أحجام تداول نتحدث عن خمسة ملايين تقريبا خمسة ملايين دينار هذا المعدل اليومي تقريبا عبدالله وصل المعدل اليومي في بورصة عمان تقريبا حوالي خمسة مليون وثلاثمائة ألف دينار في البورصة وخلال الشهر الحالي تقريبا معدل حجم التداول لاحظنا انخفاض حجم التداول خلال شهر رمضان تقريبا إلى مستويات ثلاثة مليون ونصف المليون دينار أي أقل من المعدل السنوي للبورصة خلال هذا العام نعم اليوم كما اعتدنا نذهب إلى أحد القطاعات التي أصدرت نتائجها المالية بشكل عام قطاع متقلب غريب إذا ما نظرنا إلى بعض الصور نعم يعني خالد الربع الأول من 2019 خسائر تقريبا ثلاثة مليون مقابل أرباح بثمانمائة ألف خلال العام الماضي نعم حقيقة عبدالله من القطاعات يعني الأداء هو غير جيد في بورصة عمان وتعاني نظرا لأنه عبدالله يتقدم خدمات الاستثمار والوساطة المالية وأيضا يوجد نشاطات بالنسبة لتمويل يعني الرهن العقاري وعادة تمويل الرهن العقاري وموضوع التسهيلات المالية أيضا وشركات تمويل ولكن يعني يستحوذ هذا القطاع يوجد شركات كثيرة يوجد بها شركات وساطة مالية في بورصة عمان وهذه الشركات عبدالله يعني اعتماد الإرادات السنوية على أحجام التداول ومعدلات التداولات وتداولات العملاء وحالة السوق فهي متزامنة مع حالة السوق ويعني نحن نعرف أن بورصة عمان تقريبا لأكثر من 9 سنوات أو 10 سنوات تعاني من قلة أحجام التداول وأيضا النطاق السعري الذي يعني تسير به الأسعار ويوجد شركات قد تعثرت يعني نتيجة هذه الظروب حقيقة يحتوي القطاع على 31 شركة عبدالله يعني لحظنا الخسائر تقريبا صافي في الربع الأول 3 مليون وتحول في الخسائر لنذهب بتفاصيل إجمالي صافي الأرباح وإجمالي صافي الخسائر نتحدث بأنه القطاع يعني الربح والخسارة توزعت تقريبا على عدد شركات أكثر في الخانة الخاسرة نعم صحيح 19 شركة خسرة و 12 شركة رابح نعم هذا يعني هنا عبدالله لو نطلع على هذا الرقم بالنسبة لصافي الأرباح أو إجمالي الأرباح القطاع نلاحظ أنها بتقتراب من 3 مليون دينار تشكلها 12 شركة بالنسبة لقطاع يعني تقريبا يعني إجمالي رأس يعني رسملة القطاع عبدالله تقريبا حوالي نصف مليار دينار كمجموع رؤوس أموال فيعني النسبة ضئيلة بالنسبة لأرباح نلاحظ بالنسبة للربح الأول أيضا تقريبا حوالي 6 مليون دينار كصافي خسائر وما زلنا في الربح الأول هذا القطاع تقريبا يعني نعتبره من قطاعات المتعثرة والضعيفة في بورست عمان نظرا لأنه الارتباط المباشر مع البورصة وتقديم الخدمات المالية نعم قالد هل هناك بعض الشركات التي انسحبت مؤخرا من هذا القطاع يوجد شركات تحولت من مساهمة عامة ويعني إلى ذات مسؤولية محدودة خاصة أيضا ويوجد شركات طبعا تتعرض لخسائر يعني سنة تلوى الأخرى وهذا يزيد يعني كما أشرنا عبدالله ولكن يوجد شركات رابحة ويوجد شركات أيضا توزع أرباح في هذا القطاع لنستثني هذا ولكن بالمجمل الصورة العامة هي مرتبطة مع وضع البورصة بشكل عام والمعطيات الحالية للسوق من باب الشركات الرابحة نذهب مباشرة إلى أعلى الشركات الرابحة والتي توزع ربحية كما أعتدنا أن نذكر هنا بأنه حسب ربحية السهم تم ترتيب هذه الشركة نعم هي حسب ربحية السهم الواحد نلاحظ عبدالله أن في المرتبة الأولى الأردنية لعادة تنويل الرهن العقاري من الشركات المتميزة جدا في بورست عمان وقد وزعت أرباح على مساهميها 35% عن عام 2018 ولكن ما يميز الشركة هذه أيضا أن تقريبا أكثر من 95% من نسب الملكية هي لبنوك أردنية محلية وإقليمية تمتلكها تقريبا بالكامل ونسبة الفري فلوت أو القابل للتداول أقل من 5% لا سهم الحرة بسو لا سهم الحرة وهي من كبار المستثمرين تقريبا تحتلوا 95% من بنوك داخل هذه الشركة لأنها تعتمد على إعادة تمويل الرهن العقاري والقروض السكانية وغيرها ربحية السهم الواحد 20 قرش تقريبا عبدالله وبالمرتبة الثانية الأردنية الإدارة والاستشارات رأس مال قليل ولكن من الشركات الرابحة ب239 ألف دينار ورأس مال 2.5 مليون دينار تقريبا وتقريبا على السهم الواحد 10 قروش عبدالله وفي المرتبة الثالثة هنا لو لاحظنا شركة البلاد الأوراق المالية والاستثمار حققت صافي أرباح في الربع الأول 279 ألف ولكن 279 ألف دينار جاءت نتيجة تحول مخصص من مصروف إلى إيراد عكس مخصص هو الذي ساهم في الربحية ولكن ضمن شركات الوساطة وإيراداتها منخفضة يعني متزامنة مع وضع السوق الحالي بالنسبة للبرصة وعاد على السهم الواحد ثلاثة قروش تقريبا أيضا نذهب هناك إلى مساحة شركات الخاسرة أو الأكثر خسارة في هذا القطاع نتحدث عن الاتحاد للإستثمارات المالية خسائر أربعة ملايين دينار لوحدها القطاع بمجمله خسر تقريبا خمسة ملايين ونصف هذه الشركة الوحدة خسرة أربعة دينار هذا هو السبب الرئيسي عبدالله تقريبا هي جمالي خسائر القطاع وصافي خسائر القطاع أتت من هذه الشركة شركة الاتحاد للإستثمارات المالية تقريبا بأربعة مليون دينار كصافي خسائر وخسارة السهم الواحد تقريبا ثمان قروش بالنسبة للسهم وفي المرتبة الثانية المتحدة لإستثمارات المالية بصافي خسارة ثلاثمائة وتسع آلاف في الربع الأول وخسارة السهم الواحد أربعة قروش تقريبا والعالمية الوساطة والأسواق المالية ب245 ألف دينار وثلاثة قروش خسارة السهم الواحد نلاحظ عبدالله أن معظمها استثمارات مالية وشركات وساطة مالية يعني يوجد في هذا القطاع عبدالله تقريباً 9 شركات أو 10 شركات وساطة مالية تقدم خدمات الوساطة المالية 90% تقريباً أو معظمها 7 شركات أو 8 شركات في المنطقة الخاسرة بالنسبة للربع الأول من هذا العام نعم خالد هذا القطاع يعني كما ذكرت بعض الشركات منه تكون مملوكة للقطاع البنكي هذا القطاع يعكس على يعكس أداء السوق تماماً هو عبدالله يعني لو نظرنا إلى شركات الخدمات المالية حقيقة تعكس معدلات حجم التداول لأنه هو يعتمد على حجم التداول وإراداتها تعتمد من أحجام التداول الآن قد أدخلت خدمة جديدة وهي خدمة التداول في الأسواق العالمية ولكن يعني ليست كل الشركات تبنت هذه الفكرة ويتطلب أيضاً مزيداً يعني دائماً يكون هناك مطالبات من قبل المساهمين بمزيد من عمليات التسويق لبورصة عمان بأن يكون هناك دور لهم في تسويق البورصة إقليمياً وعالمياً حتى لاجتذاب عملاء جدد ومستثمرين جدد لاستثمار والتداولات في البورصة ولكن ضمن المعطيات الحالية لا يوجد تنافس وأيضاً مع حجم العملاء والتداولات المحدود نلاحظ أنها الأداء بشكل سلبي عاماً تلوى الآخر ومنذ أكثر من ثمان سنوات نعم يعني هنا هذا هو السؤال الآخر لك أنه فعلياً نتحدث عن 31 شركة في هذا القطاع الذي أغلب شركات وتسعة عشر شركة منهم خاسرة نعم هي صحيح حتى ولو كانت رابحة عبدالله أرباح ضئيلة نستثني ذلك من هذا القطاع شركات التسهيلات وربما شركات التمويل هي ربما تكون في المنطقة الرابحة ولكن شركات التي تقدم الوساطة المالية والخدمات المالية والاستثمار معظمها في المنطقة الخاصة خالد ألا يعني الآن نتطرق إلى أداء شركة التمويل أو فعلياً الأردنية لأعادة تمويل الرهن العقاري نعم بشكل عام نتحدث عن ربع الأول من عام 2019 تقريباً مليون دينار أرباح مقابل 700 ألف خلال عام 2018 نعم هي زيادة في الأرباح عبدالله وهي في المرتبة الأولى بالنسبة للقطاع من حيث الأداء السهم والربحية السهم الواحد ارتفاع بنسبة 28% في صافي الأرباح وربحية جيدة وأيضاً من الشركات التي توزع أرباح على المساهمية وكما أشرنا عبدالله أن معظم المساهمية بالأغلبية المطلقة هي بنوك وتمتلكها بنوك أردنية نعم خالد ربابع المحل المالي كنت معنا شكراً جزيلاً يا أهلا بك عبدالله مشاهدين الأهل أن نصل إلى نهاية هذه الإطلالة على تدولة بورصة عمان موعدنا يتجدد بكم غداً في نفس الموعد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر